وقعت المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائيا مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية تضمن البرتوكول الذي وقعه رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي اسكندر ونظيره المغربي المستشار محمد أمين بن عبد الله تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين جاء ذلك خلال أزيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى ووجهة النظر بشأن المبادئ الدستورية في كل البلدين واستعراض الأحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة ويأتي ذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية وما تليه مصر والمغرب من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستورية